على اثر الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين ميليشيات متنافسة في العاصمة طرابلس تجددت المطالب بوضع خارطة طريق حكومية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها الذي بات يهدد الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في ديسمبر المقبل وهو ما اثار مخاوف الشارع الليبية بمحاولة جماعة الاخوان الالتفاف على المسار القائم باثارة الفوضى وزعزعت الاستقرار هناك اطراف تسعى لافشال المسار الانتخابي او الخطط لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هذا ليس من مصلحتها وهي التي تحرك اذرعها العسكرية في طرابلس من اجل ارباك المشهد الامني في العاصمة اذا اربك المشهد الامني في العاصمة فاذا يعني انه لا انتخابات في 24 ديسمبر هناك اشياء كثيرة تجري في الخفاة في طرابلس ستتضح هذه الامور مع الايام وتطور المجريات في الايام القادمة تبادل الاسرى بين الجيش الوطني واعيان مدينة مصرات اكثر المدن نفوذا غرب ليبيا برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 كان له الدور الاكبر في تقريب وجهات النظر بين الجيش واعيان المدينة والذي تبعه اطلاق صراح رموز النظام الاسبق وعلى رأسهم السعدي نجل القذافي بيد ان هذا التوافق لا يصب في مصلحة جماعة الاخوان التي باتت بين فكي كماشة المصالحة واجراء الانتخابات في موعدها هناك مساران تعمل عليهما الجماعة المصار الأول وهو تعطيل الانتخابات التي هي في الحقيقة غير جاهزة لخوضها وانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر في المقابل تسعى الجماعة الى خلق بلبلة لإفشال المصالحة الذي بدأ بالفعل في السير الى الامام وشهدنا اكبر خطوة هي زيارة قبائل القذافي الى مدينة مصراتة واجتماعهم مع فتح باشاغة هذه الخطوة ستضرب جماعة او تنظيم الاخوان الارهابي في مقتل سنرى ممكن الايام المقبلة تجدد لاجتباكات في العاصمة رابلس لإفشال مثل هذه الخطوات وإفشال عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية ستتضح معالمها نهاية العام الجاري فيما إذا كانت الأطراف الدولية قادرة على كبح جماح المتصارعين وإتاحة الفرصة للليبيين في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع أم أنها ستلجأ لتمديد المرحلة الانتقالية التي تعد أرضا خصبة لللاعبين الدوليين وعلى رأسهم تركيا جهود مضنية تبدل لتحقيق مصالحة ليبية طال انتظارها إطلاق صراح رموز من النظام الأسبق أعاد الأمل إلى الليبيين في تحقيق مصالحة وطنية شاملة فيما يتطلع الشارع إلى أن تكون انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر نهاية للوضع الأمني الهش الذي تمر به طرابلس وما جورها من مدن من بنغازي أحمد بن عشور